اشتركوا في القناة ننتبه بطريقة انه لما بدنا نجي نرضع البيبي انه يكون قاعد انه نكون سندين رأبته ورأسه مزبوط وبنفس الوقت يكون الرأس اعلى من مستوى الجسم يعني مش مميل كتير بهذه الدرجة هلأ في نقطة تانية احيانا ممكن تكون كمية الحليب اللي عم بتفوت على البيبي اكتر مما هو ممكن انه يستوعب وهون رح يبلش انه يا اما بينطقه يا اما انه رح يتشردق فيه ففي نقطة مهمة لازم تنتبهي لها لما بدك تختار الرضعة انه احيانا بدك تنتبهي انه ما يكون عدد الثقوب هون كتيرة فهيكا بتضمن انه كمية الحليب اللي عم بتفوت عليه مناسبة له من دون ما يصير في عنده اي مشكلة هلأ لما بنبلش بعمر الست شهور بنبلش نطعميه اغذية واكل صلب شوي وممكن يكون بلعب وبتحركش بالاشياء يبلع اشي صلب هلأ هون شو بديك تحسي اول ما بتبلش تحسي انه في عنده مش عم بقدر يصيح مش عم بقدر يبكي مش عم بقدر يتنفس شوي لونه عم بتغير هون بتعرف انه عنده مشكلة الشردقة اول اشي رح تعملي رح تفتح يتمه بهاي الطريقة وتشوفي انه اذا انتي بتقدر تطولي هذا الجسم الصلب او الاكل بسهولة او لا اذا بتقدر تطولي بتطلعي بس اذا ما بتقدري ما بتدخلي اصبعك اكتر عشان ما نعمل برس او نضغطه ونصير بمشكلة شوي اصعب فلما بتشردق طفلك رح تنتبهي اول اشي انك تكوني ماسكيته بهاي الطريقة فاتحة من عنده هناك شوي وساندي رقبته مزبوط وبنفس الوقت رح تكوني مي لطفلك بدرجة 45 درجة عشان تدمن انه الجاذبية رح تساعدك انه هاد الجسم يطلع بكف ايدك من هون لانه هاي رح تعطيني اوه اكتر رح ابلش اني اضغط بهاي الطريقة عند منطقة الظهر عند نص الكتاف بنص الظهر ورح امشي بهاي الطريقة شوي عشان اقدر اني اساعد هاد الجسم انه يطلع او اني اقدمه لقدام اذا برضو حسيتي لهلأ انه ما طلع عندك هذا الجسم الغريب رح اقلم البيبي وهون لازم تكوني عارفة تماما انه انه انت بتقدري تعملي هاي الحركة حتى ما تقزي طفلك باصابع اليدين رح نبلش نضغط عند نص منطقة السدر بين اللي هي منطقة اللي بتربط بين السدر والمعدة عشان اقدر اني اضغط هذا الجسم واطلعه لفوق بهاي الطريقة وهنا انتبهي شوي انك ما تقزي طفلك اذا ما كنت بتقدري تعملي هاي الحركة تجنبيها وما تعمليها اذا حسيتي انه طفلك ضل عنده هاي المشكلة وما قدر انه يتعالج منها بسرعة بتاخذيه على الطوارئ حتى يقدروا يعملوا للاجراءات الاسعافية الاولية هلا اذا انتك حسيتي انه هاي المشكلة عند طفلك تتكرر اكتر من مرة فهونا لازم تراجع طبيبك لانه ممكن يكون عنده لا سمح الله مشكلة خلقية بانه عنده تضيق في المريء او ممكن يكون عنده السبنكتر الصمام المعدة شوي صغير فبتراكم الاكل وبيضال يطلع على المريء فبتحسي انه طفلك بتشرده وغير هيك انتبهي انه كتير تبعدي عنه الاشياء للالعاب هو بحب يكتشف الدنيا وبحب يعود يلعب للالعاب الصغيرة بس انتبهي انه مضلها كتير متناول بمتناول ايديه وحاولي انه حتى الاكل انه شوي يتصغري عشان ما يقدر يعملوا هاي المشكلة وهيك بنكون خلصنا فقرتنا باتمنى السلامة لكل اطفالنا ومن هون بننتقل لموضوعات وفقرات تانية